السلام عليكم صديقاتي أصدقائي اليوم إن شاء الله غادي نحاول نتقصر معكم خفز ديال المخبزات اللي تيجي هكا صغيره تيجي بومبي كذلك يقدموه مموي الحفلات او اللي تخطوه في الأعرز إن شاء الله مقادية وبسيطة جدا كيف ما تشوفوا معي غادي نحتاجو فيها كيلو ديال الدقيق الأميض مع القاسخير ديال خميرة الخفز بالنسبة لي أنت أفضل الخميرة حبيبت الخميرة ديال الخفز راهينة بالجو لك الجودة في أوسخها يمكن لنا نقطو كمية كذلك لك الجو بارد يمكن لنا نضعفو هادي نحتاجو معاها ستين قرام بيساني ذا إحما خمسين قرام ديال حليب بودرة يمكن هذه الكمية كتبان كبيرة على خمسين قرام قبل أني اختارت هاد النوعين ديال الحليب متواش دهنا بفرنسا كمطن سيدات لي في المغرب يمكن لهم يعملوا هادك الحليب بودرة اللي تيتبع في علف الليونها أسفل بالنسبة للخمسين قرام تنظن قد تجي أقل من هاد الكمية شوش لمعارق كبار ونصد قريبا مهم ستين قرام حليب بودرة عدنا ربعين قرام ديال زبدة ورشيشة ديال ملحم عدنا عود مقادر باش نضلطوهم أكثر عندنا كيلو ديال فورس معلقة صغيرة ديال خميلة الخفز ستين قرام ديال سينيذا مع خمسين أو ستين قرام ديال حليب بودرة ماء اربعين قرام ديال زبدة رشيشة ديال الملحم وتقريبا نصف لتر ديال الماء الماء تأولا هين بطقيق اذا كان تطقيق من نوعية جيزة وما تشربش الماء او كان تطقيق تيتشرب كمية كثيرة ديال الماء وكبار كلام مقريبيات الحارقات مكينش فيهم اللي متتعرش لاتكستوع ديال العشينة ديال الخبز نمرو لطريقة الآن فلجانة الكهربائية او يمكن غير فقصر غدين خلطوا المقادير كام اللي عندنا بها ديال ديال السوبيزات اللي غدين عملو سوف ان الزبدة والملحة هما اللي ما غدتتعملوهم جدون زيال بقومية دونك اول حاجة غدين بدل بها غدين وضع الكمية ديالنا كذلك اللي هي كيلو جيدو عبدوا هل سوف نميز فيها نضيفه كميه دي السكه نضيفه كميه دي الحليب بودره ونجمع بالماء ونحترف ضب الملح ونضيفه حتى المرحلة الثانية نضيفه كميه دي الحليب بودره من بعد اللي احتملتنا العجينة الاولى بشكل جيد غادي نخلطه الملحة قياس دي الملحة ونقصيد على الصبر الرغبة ديالها مع الضبضة طومات نديرو القياس وهو اللي غادي ندلكو به هاد العجين اللي عندنا غادي ننخلطوهم حتى ينسجموه بشكل جيد غادي نحاولو ندخلوه الضبضة في العجينة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هنختاري البنجنان مع زرع الكتاب عنا السانوج او الحبة السوداء مع الفافو وهنا فادر الشاشة عمل شوية ديال الماء مع الملحة اللي غادرش بيها الوجه ديال الخبيزة تباش يجيون محمرين نبدو على بركات الله بالنسبة العجيب هذي ناخدو الكامية اللي بغايدة بالنسبة اللي انا نعبرها في الميزل لاحسب القياس الكبيرة تشويجين سيدتي يكونوا متوسطين او يكونوا صغير ورين ولا يكونوا كبيرين بحال ديالو صبز البورغر الحجم ديرهم تيبقى تيبقى على حسب الرغم هذي نظرهم اوه بالنسبة هادو فيوما بين سعود و تسعين حتى الميت قرام بدي نوضعهم في الطبق ديال اللي يدخل الفرق بالنسبة لسيدة اللي ما بغيتش تعبر بالنسبة لسيدة اللي يدخل الفرق كفاكك اشتركوا في القناة وتوضع الخبيزة وسطه هكا تيجيوا بحجم متساوي وسيدة ما تتعدم شرعتها انها تتبقى تعدر بالنسبة لهاد العجين غادي نرشها بالماء اللي في الملحة هالطريقة كتشوفه معايا وغادي نغطس لوجهها سوف البافوس وهيكون سيدة على حساب الرغبة انا غادي نعمل في هادي شوية البافون وغادي نحاول نشكل ما بين ما بين كل الخبيزات وغادي نخليه ترتاح للمرة التانية ونكملو البقية ديال العجي اشتركوا في القناة بها بواسطة زيزوار او نقص او ممكن غير اسكين يكون حد فأدي نقطع Psy بيش نشكل عادي متلاقيد بذلك لهم دخلوه بطبع ميسة بسيطة لعندها هذالدوار يكون مقيم ميش احسن مطلقا ان شاء الله من بعد ما يطعبوه والخبيزة الديانو ميسة ديانا من بعد مخرجنا من الفراء تيجيوا بحل قطن غذلان و بحلات يحطوه لتخطة وغنيت في الاعراس كنت شمنت تجربو الوصفة وتنال انجابكم ما تنسيك لايكي والفيديو كذلك لماذا زال ما اشتركش القناتي اشترك وذلك بالضغط على زر الاشتراك وابوني وسبسكرايب باش توصل الجيمة بالجديد وان شاء الله نتلقاوه بشهيوه جديدة منشهيوه تلال لبوتينو